أزل الستار على عمال الورشة الوطنية الخاصة بالتقييم الضريبي والتي استمرت لمدة يومين للتوالي وذلك بحضور الأمين العام بوزارة المالية والميزانية إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي والشركاء الفنيين تقريب محمد الأمين أحمد سعيا إلى توظيف القدرات على أرض الواقعي وبلورة الأفكار والاطروحات التي انبثقت من الورشة الوطنية لتقييم التعديلات الضريبية التي عززت من قدرات المشاركين بعد حصول على معلومات إضافية لصالح العمل الضريبي كما تخلى الحفل قراءة المحضر إلى جانب القرارات والتوصيات التي خرجت بها الورشة التقييمية حول التعديلات الضريبية كما أوصل مشاركون بالآتي تكوين لجنة تقوم بتقييم التصريفات الضريبية في الإدارة العامة للضرائب وضرورة إرفاق التقارير والطلبات إلى الجهات المختصة بعض الوثائق التي من شأنها تساعد في توضيح البيانات الضريبية للقانون المالي المعمول به ثم عقب بعد ذلك ممثل الاتحاد الأوروبي والشركاء الفنيين بكلمة أوضح فيها موافقة الاتحاد الأوروبي الحكومة في التعديلات الضريبية لأجل تطوير الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد والفقر وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني وترقية الخدمات الضريبية في كلمته الختامية زير المالية والميزانية الأمين العام للوزارة عبدالله بحر بشر والذي أشار فيها إلى إلزام الحكومة بتوعية النواب في الجمعية الوطنية وتفهيمهم بتصريفات الضرائب وسبل تجميعها للصالح العام ولفت انتباه المشاركين بأن الحكومة تبرم اتفاقيات تعاون مع بعض البلدان والدول الصديقة لأجل تذليل العقبات وتحسين القطاء الضريبي وأكد بأن مخرجات الورشة سترفع إلى السلطات العليا بالبلاد لأجل اعتمادها وتطبيقها متى ما دعت الضرورة إلى ذلك علما بأن مثل هذه الورشة الوطنية تساعد في تقوية الكفاءات وتحسين الأداء في الإدارة العامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة